بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم عزيزي طلاب والطالبات في مادتنا الجميلة في مادة التربية الفنية اليوم بإذن الله سيكون لرسنا لهذا اليوم المشروع الفصلي 2 بإذن الله في هذه الحصة قبل أن نبدأ في هذه الحصة خذنا في حصتنا الماضية المشروع الفصلي وتعلمنا فيه كثير من الأمور من ضمنها أهداف المشروع واستمارة تنفيذ المشروع أيضاً الصفات التي يجب التحلي بها وأخطاء تسبب فشل هذا المشروع وأبرز التحديات التي قد تواجهك هذا المشروع وكيف ممكن يتم حلها وفي النهاية أخذنا لهو سماعات المبتعين هذا بالنسبة لدرسنا في الحصة الماضية اليوم بإذن الله في هذه الحصة نأخذ التطبيق العملي للمشروع الفصلي سيكون تطبيق بإذن الله بسيط نستمتع فيه ونشرح لكم كيف ممكن يتم تنفيذ استخدام بعض الخامات والتشكيل فيها بالنسبة لأهداف المشروع نأخذ مراجعة سريعة ثم ننتقل للتطبيق العملي تعلمنا أخذنا الكثير من الأهداف بالنسبة لأهداف المشروع الفصلي أخذنا تنمية تفكير بداية أيضا منح القدرة على تحديد متطلبات تنفيذ الأفكار المفاهيمية من خامات متعددة كيف ممكن يتم استخدام الخامات مثل ما ذكرنا لكم الخامات متعددة أيضا عندنا التشجيع على التفكير بطريقة غير مألوفة نحاول بقدم كان نفكر خارج الصندوق مثل ما ذكرنا لكم أيضا ندمج بين الدمج بين المجالات الفنية تعلمنا الكثير من المجالات الفنية واخذنا في هذا الفصل الدراسي الثالث بعض المجالات مثل أشغال المعادن والخشب وغيرها من الأمور التي تعلمناها نحاول تم دمجها أيضا من مجال الرسم كيف ممكن تم دمجها بشكل بسيط أيضا عندنا اللي هو التبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية نحاول طبعا يتم تبادل المعلومات والأفكار الفنية بين الطلبة ويتم دمجها مثل ما ذكرت لكم ممكن يتم استفادة منها هذه الأفكار أيضا عندنا اللي هو دعم الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الإبداع وتفكير إبداعي عندنا أيضا اللي هو اكتساب القدرة على رسم تصميم إبداعية للتعبير عن مشكلات أو قضايا معينة ومناقشة العلاقات في القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية وأيضا التعبير عن الفعالات الوجدانية وملاحظة اللي هو المعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني نحاول بقدر مكان ممكن تم بعض الطلاب يعبر عن الفعالات الوجدانية عن طريق اللي هو سواء كان ممكن اللوحة اللي يتم إضافة عملها اللي هو باستخدام اللي هو الكلاج يضيف خامات متعددة وغيرها من الأفكار اللي ممكن يتم استخدامها أيضا عندنا اللي هو اكتساب مهارة التخطيط والتفكير مثل ما ذكرنا لكم واكتساب القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة لإنتاج الفنين حاول بقدر مكان يتم استخدام اللي هو خامات متعددة في هذا المشروع لإنتاج عمل جميل بأفكار مختلفة عن الأفكار التقليدية أيضا بعض الأخطاء اللي ممكن تسبب فشل هذا المشروع عندنا عدم اعتماد خطط المشروع من المعلم أو المعلمة أيضا عدم اللي هو الاستفادة من هذه الملاحظات وضعف اللي هو متابعة خطوات المشروع وأيضا اللي هو قلة التعاون مع المشاركين الذين يحتاجون اللي هو المساعدة وعدم تطبيق خطوات هذه المشروع أيضا اللي هو وضعف التواصل بين أعضاء الفريق والخروج عن الهدف والفكرة الرئيسية هذه بعض الأخطاء اللي ممكن تسبب فشل هذا المشروع عندنا أبرز التحديات التي قد تواجه كثناء تنفيذ المشروع عندنا عدم توفر أدوات الخامات وقلة الخبرة لدى بعض المشاركين وصعوبة التواصل كل هذه التحديات لها حلول عندنا على سبيل المثال اللي هو عدم توفر الخامات نحاول بقدر المكان نبحث عن الشبيه أو البديل كل الخامة يكون لها بداع الممكن يتم استخدامها في هذا المشروع الفصلي أيضا عندنا اللي هو قلة الخبرة لدى بعض المشاركين نحاول بقدر المكان تكليفهم بمهام تناسب قدراتهم مثل ما ذكرت لكم أيضا عندنا اللي هو صعوبة التواصل نحاول نستخدم اللي هو القنوات المتاحة مثل على سبيل المثال Microsoft Teams أو البريد الإلكتروني عبر منصة مدرسة عندنا هذه استمارة المشروع الفصلي وذكرنا لكم كيف يتم تابعتها عندنا اللي هو اسم مشروع يتم تسجيله ونوع المشروع هل هو فردي أو جماعي وفكرة المشروع أيضا اللي هو أهداف المشروع يتم تسجيله بشكل بسيط وعندنا بالنسبة لتخطيط فكرة المشروع عندنا في البداية يتم وصف المشروع بشكل مختصر ثم الخامات والأدوات يتم تسجيل الخامات والأدوات اللي نحتاجها في هذا المشروع يتم تسجيلها جميعها أيضا عندنا المراحل تنفيذ المشروع يتم تسجيل هذه الخطوات بالمراحل بشكل بسيط بشكل مختصر مثل ما ذكرت لكم عندنا أيضا طريقة طرق إخراج وعرض المشروع وعندنا قيمة المشروع الجمالية والنفعية أيضا في النهاية عندنا التقويم والنقد الفني والتقييم وفي النهاية عندنا نفذ أو لم ينفذ في حال لم ينفذ هذا المشروع يتم ذكر أسباب عدم التنفيذ بشكل مختصر أما الآن نبدأ في التطبيق العملي للمشروع الفصلي هنبدأ الآن في تنفيذ هذا المشروع الفصلي من ضمن الشغلات التي تعلمناها استخدمنا المعادن وتعلمنا كيف يتم استخدام هذه المعادن وكيف نشكل فيها سنستخدم اليوم عندنا الأسلاك المعدنية الأسلاك المحاس طبعا هذه لونها ذهبي وعندنا أيضا ألوان مختلفة ومتنوعة عندنا ذهبي بدرجة مختلفة عندنا أيضا الفصلي كيف يتم استخدامها وتشكيلها بأشكال متنوعة وكيف يتم صنع سوارة أستعرض لكم سوارة وممكن يتم تنفيذها على سبيل المثال عندنا بعض الأساور عندنا بهذا الشكل هذه سوارة بسيطة كيف يتم تنفيذها بشكل بسيط تلاحظون جمال هذه القطعة مثل ما تلاحظون أمامكم مثل ما ذكرت لكم بإمكاننا أن نشكل ونستخدم له الخامات المتعددة ونضيف لها على سبيل المثال الخرج أو ممكن نضيف لها بعض الخامات وأيضا الأحجار الكريمة وغيرها من الأفكار التي يتم إضافتها ممكن طبعا في حال تطورت في هذه المرحلة استخدام الأسلاك المعدنية والمعادن من شكل عام ممكن تنتقل إلى مرحلة متقدمة وهي استخدام الذهب والفضة في استخدام وتشكل فيه لأنه مشابه تقريبا لطريقته للنحاس وغيرها مثل ما نعرف أنه عندنا الذهب مثل ما تعرفون أنه فيه أكثر من عيار عندنا اللي هو عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 مثل ما تعرفون أن هذه العيارات طبعا عندنا على سبيل المثال 24 اللي هو عبارة عن ذهب صافي عكس اللي هو على سبيل المثال عندنا اللي هو عيار 21 و18 يتم إضافة عليه الفضة والنحاس يتم إضافة عليه وخاصة عيار 18 يتم إضافة عليه اللي هو الفضة والنحاس بشكل أكثر من عيار 21 طبعا الهدف من إضافة اللي هو الفضة والنحاس هو عندنا مثل ما نعرف أن الذهب الصافي يكون اللي هو لين وممكن اللي هو في حال على سبيل المثال حطيته عنده سنالك ممكن اللي هو تبين وممكن تبين اللي هو في حال نعضيته ممكن تبين اللي العضة على القطعة نفسها هذا اللي هو عيار 24 عكس اللي هو على سبيل المثال عيار 18 لأنه فيه اللي هو مواد أخرى غير الذهب اللي هي مثل عندنا النحاس والفضة وخاصة اللي يتم إضافتها عليها تلاحظون أنه قاسي نوعا ما صلب أكثر من عيار 24 طبعا حاليا نتعلم ليه كيف ممكن يتم استخدام هذه المعادن وكيف ممكن نشكل فيها طبعا ممكن اللي هو نصنع اللي هو على سبيل المثال شكل السوارة ممكن تهديها لوالدتك ممكن تهديها لخواتنا يتم إهداها لهم ممكن يتم تنفيذها بشكل بسيط وجميل وأنيق أيضا بالنسبة للخواتم أيضا ممكن يتم تنفيذها طبعا مثل ما نعرف اللي هو عند فيه اللي هو بعض الخواتم اللي تكون نسائية من الذهب سواء كان الذهب الأصفر أو الأبيض وعندنا أيضا الخواتم الرجالية اللي هي عبارة عن الفضة مثل ما نعرف اللي هو الإسلام حرم على اللي هو لبس الخواتم الذهب مثل ما نعرف طبعا ممكن يتم إضافة اللي هو الفصوص مثل أو خلنقول الحجار الكريمة وممكن يتم إضافتها على هذه الخواتم بشتى أنواعها مثل اللازورد أو خلنقول غيرها من الأحجار اللي ممكن يتم استخدامها وتشكيلها طبعا هل هي حلنستعرض لكم اللي هو طريقة بسيطة لكيف ممكن يتم استخدام عندنا على سبيل المثال أول خطوة اللي نفتح عندنا هذا اللي هو السلك النحاس طبعا طريقة تشكيل جدا سهلة عندنا هذه أول خطوة نفتح نفتح من الجهة الثانية طبعا ممكن نستخدم اللي هو السلك نحاس متنوعة طبعا بعضها تكون بهذا الحجم العريض وبعضها لا تكون اللي هو اللي هو اللي هو أكثر صخافة عندنا اللي هو ضعيفة جدا وممكن يتم تشكيلها بهذا الشكل طبعا في حال ممكن يتم استخدامها ممكن نصنع الكثير من الأفكار المتنوعة على سبيل المثال عندنا اللي هو المدالية هذه من أسلاك مثل ما تلاحظون مختلفة شوي أقل سمكا من المتواجدة دينا طبعا ممكن يتم تشكيلها وننتج الكثير من الأفكار حاليا حنستخدم اللي هو شكل عريض ممكن يتم استخدامه وإضافة عليه الكثير من التفاصيل حنبدأ الآن على سبيل المثال نحتاج اللي هو المقاس المناسب لهذا الأسوار وممكن نستخدم اللي هو على سبيل المثال المتر في حال احتاجنا اللي هو مقاس معين وممكن اللي هو نستخدم اللي هو أدوات معينة اللي نحاول بقدر مكان اللي هو نعمل اللي هو شكله الدائري نحاول على سبيل المثال نستخدم هذه الكاس اللي متوفر لدينا اللي عمل اللي هو شكله الدائري تلاحظون كيف ممكن يتم استخدامه وممكن يتم إضافة اللي هو شكل زائد بهذه الطريقة نلاحظ أنه ممكن يتم تنفيذ الكثير من الأفكار حين قصينا اللي هو السلك نضجع الخامة مثل ما هي طيب لو تلاحظون حاليا نقصينا بهذا الشكل نقدر ناخذ ناخذه في حال أردنا نحط مقاييس معينة ممكن يتم تسجيل هنا ناخذ المتر ويتم إضافة اللي هو الأرقام اللي هو المقاس اللي ممكن نحتاجها المقاس المناسب خطوة اللي بعدها ناخذ عندنا هذا السلك لو تلاحظون ممكن نضيف عليه بعض الفصوص المتنوعة وممكن نستخدم اللي هو مثل اللولو أو غيرها من الأحجار ممكن نستخدم اللي هو أحجار أو خلنقول إضافات متنوعة ومختلفة مثل عندنا هذه بعض الإضافات اللي ممكن نستخدمها بشكل بسيط سنستعرض لكم كيف ممكن يتم إضافتها بإضافتها بإضافة مثل ما تلاحظون بهذا الشكل ممكن يتم إضافة أكثر من شكل في الداخل بهذه الطريقة ممكن يتم إدخال اللي هو بعض الأحجار الكريمة أشكال متنوعة ممكن يتم استخدامها تلاحظون بهذا الشكل البسيط كيف ممكن يتم إدخالها هذه أشكال متنوعة تم إضافتها ممكن يتم استخدامها وتشكيلها بأشكال متنوعة تلاحظون بهذا الشكل الآن سنبدأ الخطوة اللي بعدها طبعا قبل ما نبدأ في هذه الخطوة اللي بعدها سنستعرض لكم بعض الخامات اللي ممكن نستخدم فيها عندنا اللي هو مثل ورق النحاس ممكن يتم استخدام اللي هو ورق النحاس في عملية اللي هو عمل مثل السوارة أو الخاتم بشكل بسيط يتم إضافته باستخدام ورق النحاس على سبي المثال ممكن نستخدم اللي هو جزء بسيط منه يتم استخدام ونأخذ المشرط ويتم قصه وبعضها وبعدها يتم إضافته اللي هو أشكال غائرة وبارزة مثل الأشكال التي تشوفونها بهذا الحجم هذا اللي تلاحظون بشكل دائري لا علاقة بالنساور لكن ممكن نستخدم اللي هو نأخذ أفكار معينة تم استخدامها على ورق النحاس نأخذ اللي هو نضيف اللي هو شكل بارز شكل اللي هو غائر وبارز وتم إضافتها على اللي هو ورق النحاس وممكن نضيف عليها بعدها اللي تلاحظون اللي هو أجزاء ما تلاحظون اللي هو واضح وممكن يتم إضافة اللي هو شريحة طبقة أخرى عليه لإخفاء الشكل اللي عملناه في الداخل هذه بعض الأفكار ممكن يتم تنفيذها وممكن يتم إضافة عليها اللي هو بعض الفصوص مثل اللولو أو غيرها من الأشكال أو ممكن الأحجار الكريمة وممكن يتم إضافتها على هذه القطعة وممكن ننتج أعمال جميلة باستخدام اللي هو ورق النحاس طبعا نستخدم فيها اللي هو المشرط وممكن نستخدم اللي هو قلم الرصاص طيب مثل ما ذكرنا لكم تلاحظون الحين كيف ممكن يتم استخدام حاليا ناخذ اللي هو الزردية ونبدأ اللي هو نعمل وتلاحظون على أشكال دائرية بهذه الطريقة نحاول نبعد أشكال اللي دخلناها بهذا الشكل تلاحظون الآن صلحنا اللي هو شكل دائري واحد بهذا الشكل خلينا اللي هو على نفس السطح لكن حاليا بنغيره بنخليه باتجاه القطعة نفسها ناخذ الشكل ونبدأ اللي هو نخليه بشكل منحني ممكن يتم اضافة يتم ادخال القطع الأولى بهذا الشكل مثل ما تلاحظون ادخلنا الشكل الأول للداخل نبدأ نبدأ الآن في ادخال القطعة الثانية ونعمل نفس الخطوات اللي نفذناها بهذه الطريقة بهذه الطريقة حاليا نفذنا الخطوة الثانية نبدأ الآن في اللي هو على سبيل المثال ادخال للداخل تلاحظون الآن بدنا اللي هو نحاول ندخل للداخل بهذا الشكل طبعا الآن لدينا ممكن يتم اللي هو توسيع القطعة وتصغيرها بهذه الطريقة على سبيل المثال نحاول نوسعها بهذا الشكل تلاحظون الآن أصبحت اللي هو بشكل أوسع نحاول نضيقها بنفس طريقة تلاحظون كيف ممكن ضيقناها بهذه الطريقة ممكن يتم تثبيتها بشكل أفضل من الشكل اللي نفذناه في عندنا بعض الأشكال اللي نفذناها بهذا الاسلوب بهذه الطريقة عندنا أشكال متنوعة على سبيل المثال عندنا الشكل اللي هو الفضي مثل ما تلاحظون أضفنا عليه ثلاث قطع بهذا الشكل طبعا مثل ما ذكرت لكم نفس العملية كيف ممكن نوسعها ونضيقها نحاول نستعرض لكم كيف ممكن يتم توسيعها سنستعرض لكم بهذا الشكل تلاحظون كيف سأصبحت الآن أوسع من الأول عندنا أيضا قطعة أخرى تلاحظون هذه أضفنا عليها مثل الفصوص الثلاثة طبعا كانها تشبه اللؤلو عندنا أيضا شكل آخر بهذه الأشكال المتنوعة طبعا بعض مصنعي المجوهرات ينتجون أشكال من ذهب الأبيض والأصفر وتكون مع بعض ويخرجون بأشكال وأفكار متنوعة مثل اللي استعرضناها لكم هذه بعض الأفكار اللي ممكن تشتغلون عليها طبعا يوجد الكثير من الأفكار اللي ممكن يتم أخراجها بأفكار متنوعة وممكن نضيف عليها على سبيل المثال اللي هو مثل الأحجار الكريمة يتم إضافتها عليها وتكون أكثر جمالا من وأفكار متنوعة ممكن اللي هو نضيفها ويتم إدخال القطعتين مع بعضها البعض وننتج أو ممكن يتم إلصاق القطع مع بعضها البعض وننتج ونخرج بأشكال جميلة باستخدام اللي هو الأسلاك المعدنية أو ممكن نستخدم اللي هو ورق النحاس وننتج الكثير من الأفكار بأعمال وأشكال بسيطة وجميلة بنفس الوقت شكرا لكم في النهاية على حسن المتابعة والاستماع وإذن الله نلتقيكم في الحصد القادمة وفي أمان الله اشتركوا في القناة